السلام عليكم بنا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير معكم ليندا تحية طيبة الى كل من يتابع القناة اليوم سنعطيكم ريفيو كامل ورأيه الصريح في هذا المنتج طبعا النوت غنيه على التعريف مكياجها لفوندتا تاحها كل شهيل هيل درجة كبيرة كي الناس بزاف يخرج عليه ونس لا طبعا كما تعرفوا بكل واحد وبشرته كل واحد نوعه كل واحد وشو خرج عليه فاليوم حبيت ان تسليكم واحد الحاجه ليها جيل اي لاينار نرسمو بيه العيون تاعنا وكذلك جيل حواجب صراحة انا سمعت على هذا بالياخت موبيل حفافات بزيف فحبيت نشريه ونتستيه حاجه لو لا حبيت نقول لكم بالي هذا رأيه الشخصي فممكن انت تكون ساعدتك الحاجه او ممكن لا لكن انا نحكي على رأيه الشخصي فئة المنتج بكل مصدقية نوت العبوة تاحم هذا رح تلقوا فيها عبوتين جيل اي لاينار للعيون نترسوا بها العيون يعني اي لاينار عادي رح نلقوا جيل حواجب جيل حواجب بلون فاتح يعني اذا كنت سبغى حواجبك ولا انت حواجب تاعك غمقين وحبت فتحيهم فهذا الخيار الامثل ليك بالاضافة نلقوا فيه مزوز تعليه بانسو بانسو خاص بالحواجب وبانسو خاص بالرموش طبعا باش ترسموا الاي لاينار الثمن يدير ستين الف و متوفر في كامل الدول العربية كما تعرفوا شركة نوت فهي شركة عالمية وكذلك الثمن تحرخيص على الجيب فبالتالي تلقوها في كامل الدول العربية الان احنا نبدأ بتجربتي مع جيل الحواجب انا بالنسبة لي حواجبي فتحين طبيعيا فبالتالي نحب فقط نتراسيهم يبين وطبيعيين يعني يبين اللون تح مكلير ويبقوا في نفس اللون فيعني نزيدهم درجة فقط غمقان فقط هنا كيستعملت جيل تاع النوت اللي هو جيل الحواجب ما نحكيلكمش اولا يشيح بالخوف بعد ما تكملي تتراسي ويعطيك لون طبيعي فبالتالي اذا كان حواجبك غمقين ولا كنتي عروصة ولون تاعك الحواجب جاي مش مليح فننصحك بهذا الجيل اروعة 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 انا بالنسبة لي حاجة طوب لانه نكره نتراسي الحواجب تاعي بلون غمق سواء كان بني ولا اسود يعني تباني حاجة بيزار تخيلوا انتي مثلا تكوني حواجبك لونهم الطبيعي اسود وتزدي تحطي الي الاسودة حيبان كارثة واما يكون يعني هكا لو انتحم فاتح وتخطي عليه بني فيباني يعني ماهوش مليح خلاص وتباني وجهك ماهوش طبيعي هنا طبعا هاني نشرح لكم باش تفهموا المنتج قبل ما تشيروه كان نرح تشيريه لحواجبك راهو فور بزيه فنروحوا الان الى الايلينر عادة انا طبيعتي واللي ريحني شخصيا لانه كل واحده فاش يرتاح كان واحده يرتاح في الجهة الايلينر واحده يرتاح فاذك الفاتخ واحده يرتاح في الايلينر العادي انا شخصيا نرتاح في الفاتخ يعني كنشري فاترة على الايلينر اللي هو جاي كما القلم هذك يريحني اول حاجه سهوله والتطبيق تاعه سهل بالاضافه انه نتحكم في العين وميدخلش في عيني لانه حساس عيني جدا ويجف بسرعة ويعطيك لون جميل جدا يعني يعطيك هذك اللون الاسود ليبان مليح هنا طبعا استعملت هذا الجيل ايلينر تاع النوت على عينيه اول حاجه ما تحستش منه العين ثانيا قالك راهو لونج وير يعني كما قلونا احنا يدوم انا خرجت به في فصل الصيف ركزوا معي جيدا في الصيف لانه الصيف الماكياج يختلف على السجتاء خرجت به ودرت به ما فتش ساعتين لحقيقة تبهدلت عيني تبهدلت يعني ساح بطريقة رهيبة وذي حاجه ما عجبتنيش خلاص خاصة انه انا اصلا بشرتي راهي دهنية الناس اللي بشرتهم دهنية ورح يديروا جيل ايلينر ما ننصحكمش به اصلا لكن اذا كانت بشرتك جافة يعني وما تخرجش الدهون فهنا متخافيش ومع ذلك راموش يدومنيك اكثر من ساعتين اذا كان عندك خرجة بخفيف يعني تروحي بالخف ولا حاجه ديريه نورمال فهو سهل الاستعمال واللي معروف على الجيل الجيل ايلينر في اي ماركة انه بالخف تترسي به خاصة انك تكون يتعرفي وتتهني منه والحفافات يستعملوا بسرعة لانه يرسم بطريقة روعة انسيابية هاي لا اذا جيل الحواجب ننصحكم به وبشدة جيل تعال العينين لا هو صح ميحسش العين صح تترسي به روعة جايت طريه بالخف وبالخف ينشفه يعني كتديريه وتتكملي تلقيه نشف ويدوم معاك يعني هذا الجيل تاع الايلينر تاع النوت يدوم معاك الى فترة كبيرة ما ينشفش ليكم بالخف كيما لماركة الاخري لكن صراحة بالنسبة لي انا بمن انها بشرت زيتية هكام زيته وتخرج الزوت ومع الصيف ما ننصحكمش به يعني اخته تبهد العين تعكو الساحلك وتولي كارثة كان حاجه انه يتمسح بالخف بالخف بالوايبس يعني بالمناديل المبللة ولا حتى تديري زي جوز الهند وتمسحيه لانه ما يدومش بالتالي يعني هذي المشكلة ننصحكم انه ما تشرووش على حاجه لكن اذا كنتي رح تشريه على رسم الحواج بقى نشروه وما تندموش روعة 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 شوفوا اللون يهبل ومعه لي بنسوا تاعه يعني حتستفادوا ايضا مني بنسوا ولا بوات تاعه عملية تقدر تهزوها معاكم في الفصاك تاعكم ايضا اللعر هايس اللي حابين يشروه حاجه رخيصة وتقدر تديريه في الدار نورمال انا درته في الدار ودرت به ما سحش ليه ما ويله فاشريه ديريه في الماكياش تاعك دير يعني السعر تاعه دير رخيص خلاص ستينال فقط فبالتالي يدوم معاك شهور وشهور يعني مش ستينال فنقولك يفرغلك بالخوف لا يدوم معاك بزيف فاشريه للعرس تاعك تقدر تدوري به في الدار لكن ما تخريش به الان هنعطيكم لصيحة بسيطة كي تكونوا تخدموا بالجل اي لينر كل ما عليكم انكم تديروا كونتسيلر اخفو به الحواج بتاعكم اذا كان عندكم الشعر وديروا فكساتور كان عندكم فكساتور تاع الوريال يهبل للناس اللي حابة تخرج بيه يكون بشرتهم جافة مش دهنية او حتى دهنية ويخرجوا بيه ساعه رزوس فكسوه بالفكساتور بش يعني على الاقل يدوم معاكم اطول فترة ممكنة اذا حبوا باتي هذا هو الجيل اي لينر تاعنا تاع اليوم تاع النوت لكن رح ننصحكم بجيل متوفر في السوق يدوم شوية ويقود حتى خمس ساعات اللي هو من مايبلين احندلكم عليه ريبيو اخر ان شاء الله جيل للحواج بتاع مايبلين جيست هكا كما هذا الاكحل وهو من مايبلين لكن يدوم ومليح وايضا حتى هو معاه بانسو وجاي هكا بالطول مشو بالعرض فاذا كنتم حابين تشروا حاجة دوم معاكم وانتم ترتاحوا للرسم تاع العيون بأجل اي لينر ارسحكم به ايضا حفافات المبتدئات اذا كنتي رح تخدمي به ما نحكي لكمش الحواج بيهبلو وما يتمحيش من الحواج بش يكون فيه عليكم يعني اذا كنتي تراسيتي بحواجبك رح يبقى لك الى فترة كبيرة جدا بدون ما يسبب لك يعني لا يسيح لوالو ويلون لك الحاجب كأنك راكي ملونة باستبغى يعني ايضا الناس اللي عندهم مشيب فكرتوني فرضا كنتي عندك شيب فما ننصحكم مش تسبغوا حواجبكم لانه رح يقوى لك مشيب بزيف الا اذا كنتي عروسة طبعا سبغيهم فاننصحكم بهذا اي لينر عملي يتنحى غير بالماء ولا بالزيوت وفي نفس الوقت يعطيك اللون دائم واللون جميل جدا اذا لبنات كان هذا هو فيديو لوم على نوت لونجوير اللي هو اصلا صامين ولونجوير ولكن ما هوش اصلا دائم للاسف انا ما عجبنيش لانه بشرتي تهنية لكن اقول لكم رأيي الصريح في هذا المنتج وكذلك ان شاء الله اذا انتم جربتوه ولا استعملتوه اذكروا لي النوع البشرة تاعكم وكيف يبقى معاكم باش الاخوات يستفيدوا منه وفي كل الاحوال نصحكم به صراحة لانه في هذا الجيل اي لينر مهوش في كل المركات وحتى ان وجود تلقيه بمية مية وخمسين الف بيشترس من الحواجب بتاعك فهذا هايلا هايلا بزاف للعرايس البنت اللي يخرجوا يوميا تترسوا بحواجبكم يبانوا طبيعيين وبانوا رائعين جدا جدا قبل ما ننهي الفيديو في صندوق الوصف كل الروابط على الاستغرام اكثر من نص مليون مشترك فدخلوا ثم التفاعل رهيب رهيب جدا لما البنتي عونوا بعضهم وكذلك الاستغرام عندي خليكم الرابط وقناتي الثانية وكما قلت لكم العبوة تحتوي على ليبانسو تاع العين يجيها كمقصوص وتاع الحواجب وعبوتين فحاجة مليحة بزاف وكذلك تاعه عالمي حاجة فور بزاف فقط قلت نصيحة وقال نسيتها قبل ما نخدموا انه قبل ما تتراسو حواجبكم ولا تتراسو العيون تاعكم ديروا بالايشادو ثم اخدموا باش ما تغلطوش وكان هذا هو فيديو اليوم والسلام عليكم